السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد تمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم البنات غادي نحضر معاكم لطة دياللي كيش كتجي رائعة بزف كتجيه شيشة وكتجي زوينة ومن اول مرة غادي تنجح معاكم ان شاء الله وكتعطي واحد الكيمية اللي هي كتيرة نتمنى هاد الفيديو يعجبكم ونتمنى تجربوهم وانتمنا باش تعاونوني بلايك وسبارتاجي والفيديو مع الاهل والاصديقاء وما تنسوش كملوا الفيديو حتى الاخير باش شوفوا معايا جميع المراحل وتشوفوا معايا حتى التامان باش غادي نخرجهم بالنسبة للمقادير عندي هنا يا 600 جرام ديال دقيق الفورس تكون نوعية جيدة ويكون دقيق مغربل عندي هنا يا مارغارين فيها 250 جرام باتي سور فيها 250 جرام ديال الزبدة عندي هنا يا واحد زوج بيضات يكونوا متوسطين بالنسبة هنا يا باش غاديني هاد لبة ديال ليكيش عندي هنا يا نسمعي القادير البودرة الت acompañ وعندي نسمعي القادير اللبزار او الفلفل الاسود وعندي هنا وحد المعلقة صغيرة ديال الملحة عندي هنا يا فادي ندير واحد المعلقة صغيرة ديال لمطاقت وعندي هنا يا الماء يلا دو كل بيضات مجمع ليش لبات ديالي غادي نزيد واحد شوية تعلمه باش غادي نجمع العجينة ديالي بالنسبة للمقادير هدوهما اللي غادي نحتاج في لبات ديال لي كيش عندي هنا يا 600 جرام ديال دقيق عندي 250 جرام ديال الزبدة غادي نديرها فوق الدقيق الزبدة هنا يا نسمعي لقا ديال بودرة توم نسمعي لقا ديال فلفل أسود ومعلقة صغيرة ديال الملحة وكان بسس داك الدقيق مع الزبدة مزيان مزيان كي مشتوا معايا ضروري ما تديروا هاد المرحلة تبسوا الدقيق ديالكم مع الزبدة مزيان حتي تبسس والزبدة ضروري ما تكون بحرارة المطبخ باش تعاونكم تساعدكم من جيو تبسوا الدقيق ما تتخدموش بيها من تجبدوها مثل لاجا تكون باردة غادي تعدبكم في الخدمة ضروري ما تخليوا الزبدة دياليكم تكون غادي بحرارة المطبخ بالنسبة هنا مبعد ما بست دقيق ديالي مع الزبدة كيرجع لها الشكل هذا كدخل فيه الزبدة مزيان هادي نزيد معلقة دياله موتاقض وغادي نزيد جوج بيضات وغادي نجمع العجينة ديالي على هالطريقة هذي كنقى نجمع العجينة ديالي بدك زوج بيضات الى ما تجمع مجمع ليش دوكل بيضات لبات ديالي غادي نزيد واحد القطارات ديال الماء على هالطريقة كنقى نجمع وهد العجينة ضروري مديروها قاسحة شحل مدرسوها قاسحة كيجيوكم ليكيش زوينين وهشاش على هالطريقة كنقى نجمع العجينة ديالي شوية بشوية وكنزيد الماء ما كتديروش الماء دفعة واحدة كتزيدوغي شوية بشوية كما اذكرت معاكم العجينة خصها جي قاسحة على هالطريقة كنقى نزيد الماء شوية بشوية وكنجمع لبات ديالي بالنسبة هنا يا كم اشتمعي كان العجينة ديالي غي نجمعها مكان عجنهاش ضروري من هاد المرحلة ما تعجنوش العجينة ديالكم غي يجمعوها باش تجيكم هاد لبات زوينة وناجحة واجيوكم ليكيش هشاش وزوينين على هالطريقة غادي نقام ستا مرة كنجمع العجينة ديالي مكان عجنهاش غي كنجمحها كم اشتمعي على هالطريقة هذي حتى نساليها. بالنسبة للعجينة كيماشتوا معايا ماشير طبا قاسحة. شحال ما درتوا العجينة ديالكم قاسحة كيجيوكم ليكيش ناجحين وزوينين وهشاش. كيماشتوا معايا لما ما استعملتوش كامل استعملت غير نص ديالو غيباش جميع تلعجينة. بالنسبة هنا يا غادي ندير العجينة ديالي في هات السلوفان هذا. غادي نغطيها بسلوفان وغادي نخليها ترتاح واحد لخمسة دقايق او عشرة دقايق في تلاجة عاد باش غادي رجع باش نشكلها. بعد ما رتهحت العجينة ديالي غادي ندوز هناء باش غادي نشكلها. بالنسبة هنا يا عندي هاد ليموض irgendwie كيش ماشي الصغار وماشير متوسطين عند هنالكبار اللي كانستعملهم في ا gain look a little more Wissenschaft MATT this is a good way can take a look it could make Indians enough نقضيها مزيان مزيان في هذا المنزل وإذا لم يصل العجينة ونزيد فيها ونقضيها على هذه الطريقة ونقضيها على هذه البقية ونقضيها على هذه الطريقة سهلة من أول مرة سوف ينجحه معاكم ونقضيها مزيان مزيان ونقضيها على هذه الطريقة ونقضيها على هذه الطريقة ونقضيها على زقهم ونقضيها على الأسفار طريقة هادي. هادي جيكم زوينة. إذا تبعتوا جميع النصائح وجميع الخدمة اللي خدمت بيها. غادي جيكم ناجحين من أول مرة غادي نجحوا معاكم. كم مشتم عيان بعد ما قديز هاك نقلع لهاديك البقايا ديال العجين على هالطريقة هادي. هادي نقم سطا مرة على هالطريقة هادي حتى نسلي قاع لابد اللي عندي. بعد مسالة لابد دياللي كيش. بالنسبة هنا يا عندي هادلي كيسات ديال الكاب كيك. وعندي هنا يا الروز. غادي نتقب هاد لابد دياللي كيش باش مين ديرها في الفران ما تنفخش وطلع على هالطريقة كان نقم نتقبها بهاد الفرشيطة هادي. ضروري ما تتقبوا لابد ديالكم باش ما تطلعش في الفران على هالطريقة هادي. كان نقم استمر على هالطريقة هادي كان نتقب دياللي كيش وكان هز لي كيسات ديالكاب كيك. كان ديرهم في الواسط على هالطريقة هادي. وكان كان هز الروز كان دير واحدة معي القاونس نتع الروز في الوسط نتع لابد على هالطريقة هادي باش مين ندخلهم الفران ما يطلعوش في الفران كيم ما تشكلهم كيبقى ومين ديروا هاد الروز في الواسط نتع لابد على هالطريقة هادي بعد مساليتهم وقدرت لهم هنا يا الروز في الواسط بالنسبة للفران را عندي شاعل غادي ندخلهم الفران الفوق نديرهم في الفران ونقص لهم زيان ونخليهم يطيبوا على نار مهيلة ما تطيبوهمش بززاف ما تحمروهمش خصهم غنس طيبة ما زال غادي عاد نطيبوهم يتحمروا ويدخلوا يطيبو طيبة الزوجة في الفران ضروري ما تديروا هاد المرحلة طيبوهم غنس طيبة بالنسبة هنا ايام بعد ما دخلهم الفران شدوا راسهم واخدوا هاد اللون مذهب ما طابوش ما تحمروش بزاف خدوا هاد اللون غي مذهب بالنسبة هنا ايام في الواسط كي ما اشتوا معايا مين كان فيهم ذاك ذاك الروز في الوسط بقين عاد خضر غادي نقلع لهم ذاك الروز اللي كان عندهم في الوسط نتع لجينا غادي نحيدو وغادي رجحهم في الفران غي تشمعوش دوراسهم وغادي نخرجهم بعد مسالي تلي كيش ديالي كيجيو على هاد الشكل هذا كي ما اشتوا معايا مطيبوهم ش بزاف اه يديروا لهم غينس طيبة ما زال غادي يتعمروا ويدخلوا الفران يطيبو طيبة الزوجة نتمنى الفيديو يعجبكم ونتمنى تجربوهم وبالنسبة لديك 600 قرام ديال دقيق اللي شاركت معاكم اعطتني اه ثلاثين حبا ديالي كيش كتعطي واحد الكيمية اللي هي كتير اتبارك الله اه بالنسبة هاد اليكيش هادو كنخرجهم بزوج دراهم للحباء خاويين وغادي نشاركهم معاكم عامرين شحال تخرجوهم للحباء ليكيش عامرين اه انتمنى هاد الفيديو يعجبكم وانتمنى تجربوهم وبسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله